اشتركوا في القناة خالد بن حمد أسماءات التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المعظم بمناسبة فوز فريق الحرس الملكي بلقب البطولة بعد فوزه بستة نزالات من أصل تسعة على فريق الجيش البريطاني وحدة المضليين في البطولة ليحقق إنجازا رياضيا يعكس المكانة المتقدمة لرياضة الملاكمة البحرينية في ظل رعاية الملكية للحركة الرياضية مشيدا سموه بأداء اللعبين وتمييزهم اللافت كما نوه سموه بالأداء الذي قدمه فريق وحدة المضليين بالجيش البريطاني متمنيا له حظا أو فرف المسابقات القادمة معربا عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة بين مملكة البحرين وبريطانيا وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز يعود للمشاركات الخارجية المستمرة والاحتكاك مع أبرز الفرق الأمر الذي ولد لدى فريق الحرس الملكي الخبر والتمرس وهو ما يشكل دافعا لتحقيق إنجازات أكبر في الاستحقاقات القادمة وأن الألعاب القتالية في مملكة البحرين شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية وأصبحت واجهة مشرفة للمملكة مؤكدا سموه بأن لعبة الملاكمة تعد واحدة من الألعاب الأولمبية القتالية الهامة التي تجتذب اهتمام الكثير من الجماهير وأن تطوير أي رياضة يستدعي تنظيم مسابقات وبطولات تسهم في توفير أجواء تنفسية قوية لتخريج نخبة من اللاعبين وقد أثبتت تلك البطولة مهارات وإمكانيات لاعبين العالية وأضاف سموه أن بطولة روي الرامبل للملاكمة تعد واحدة من البطولات التي سيكون لها مردود إيجابي في الارتقاء برياضة الملاكمة في ظل مشاركة كوكبة من أبرز لعبين مؤكدا سموه حرصه المتواصل على تطوير تلك الرياضة لتخريج أبطال قادرين على تمثيل الوطن بمختلف المحافل الخارجية ومن بينها أوليبيات باريس 2024 والاستحقاقات الإقليمية والقارية والدولية الأخرى وشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالتنظيم المتميز للبطولة والمستوى الفني الكبير الذي قدمه المشاركون من داخل وخارج مملكة البحرين الأمر الذي يتوافق مع الرؤية التي وضعت منذ سنوات للنهوض بالألعاب القتالية ومن بينها رياضة الملاكمة التي تسير على طريق التطور والنجاح بجهود المجلس البحريني للألعاب القتالية واتحاد الملاكمة مهني أن سموه جميع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وتمن يسموه للقائمين على البطولة المزيد من النجاح والتقدم